موسيقى موسيقى هذه يوم وتحت إشراف جمعية راس براس التي ترقصها الأستاذة ليلى البنوي مناظرة بين الرجل والمرأة ويمثل الرجل الأستاذ الدكتور نبيل البلولي فلتتفضل الأستاذة ليلى لبدء المناظرة إحنا بعين عايشين في الغابة بيحكمها كائن اسم الراجل كائن ما بيحركوش غير شهواته ورايزه وهو سبب الرئيسي في ظهارة التحرص اسمحي لي أستلف معاك يا دكتورة أن الراجل سبب التحرص لا الست أساس أساس التحرص لأنها لو لبثت واسع واحترمت نفسها الغريزة اللي في الكائن اللي انت بتتكلمي عليه ده مش هتستفز وبالتالي هي اللي غلطانا أو تقطع الرجالة زي كده وتبقى لمؤافزة يعني سوري في الكلمة مع أداد ولا إيه؟ انت ازاي تسمح لفتت تدخل في حياتي الشخصية وبعدين ازاي دكتور حصل على الدكتورات بتاعته من أحسن جماعات في أمريكا بيفكر بالطريقة دي فعلا مثالي كائن الراجل اللي موت الخلف اللي مشايث اللي سبت هي نفس المجتمع مثالي كائن اللي بنتكلم عنه فضع أنا بتتفق مع حضرتك يا دكتور ان الراجل مش سبب التحرص لأننا ما ينفعش نقول على المتحرش راجل من الأساس الراجل هو اللي بيقدر المرأة المرأة هي الأم هي الأخت هي الزوجة هي السكن للرابة هي اللي بتربي وتعلم هي اللي بتطلع رجالة بجد للمجتمع عشان كده أنا مش شايف ان الست رص المجتمع لها الست هي المجتمع كلها اللي بتطلع رجالة اللي بيقضوها مع المن شهر والتاني وبعدين يرموها احنا مش اتفقنا ان احنا ما ينفعش نقول عليهم رجالة وعموما ما تخفيش انا عمري ما هيبقى زي بقية الرجالة وقضيها معك شهر والتاني بعدين هرميكي عشان انا هرميكي دلوقتي حالا يا سنال كل بس واسح عرفتي بقى اني كان قلبي عليكم يلا فلتسحككم السلامة اطلع ياسطى واتبيسكم بليت انا وابداركم قدينوا بتتين جاهية كلوا بيقول كنا انا فعل انا فاشة ده بقى تلسكاوى عن ناص يا روح اشتكي اللي يعرف ابويا ينوح يقوله انا وابداركم انا وابداركم انا وابداركم يلا بولبل عندنا اقتماع مهمة في الماكمة شاب عمال يزن لا بلاش العربية دي خلينا في العربية البيضة محدرلك مفاجأة بيضة نهارنا ابيض بتصالع النبي ها 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 ايه دا؟ وحشتيني اوي اوي ايه علي؟ ايه وحشتيني اوي 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 انت تعرفها؟ انت اول مرة تشوفها لا يا رجل دي بوسي اللي حكتلك عليها حلوة بوسي بس ما ينفعش تيجي معنا الاجتماع يعني مشيها لا انلغيه بوسي املي الكاسات واسقينة يا دي منينا ادي شاب يزيننا هو اطلع يا ما اعتمد ايه يا شاب الغي الاجتماع قدي اتماع عهم اتفضل علي بيق اتفضل علي بيق احنا في الامان شهاب لو شافها هيفتكرها موظف في الشركة نسي يلبس البنطلون بتاعي امان معلش بس عشانه فيش وادروش اتفيني يا سيد علي ابطلغي اجتماع الضرائب ليه؟ ها؟ واجتماع ايه دا اللي عندك اهم من اجتماع الضرائب عشان تلغيه؟ على فكرة انت هتخش السجن مش سامع مش سامع مش سامع يا ابن اسمع يا ابني ايب ايب هفن يا عريبي هفن دا انا هوريكي مكان رومانسي عمرك ما شفت زيف حدي قبل كده فيه يا شهاب بتجعجع في الشركة كده ليه؟ انت رايب مندي انا موهل اشاه يا الدفع يا الحبس وكله من تحت راسك انت ايه دا يا شهاب وانتنساش نفسك ساش نفسي؟ يا ابن انا اللي باني الشركة دي مع ابوه انا المدير القانوني الجي ام جينيرال مانيجر وانا البي ار بتاع الشركة دي يا شهاب مهندس 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 علاقات اهدى يا شهاب كده عشان نتصرب في المصيبة اللي انت بتقول عليها دي اللي قولي البنت الغنية اللي انت عايزوا يتجوزها دي موجودة لحد دلوقتي؟ مهي بقى انت اللي بتتكلم في الجواز يا قرني صدقني يا شهاب لدي اخلاقي ولا مبادئي بس اللي مهون علي الموضوع ان احنا نيتنا مش نظيفة سيبهولي انا حقنعه بالمصيبة اللي انت بتقولها دي الاخر الزمن هنمشي في الحلال هو ده بقى المكان الرومانسي اللي عمري ما هشوف زيه في حياتي؟ لا اشتركوا في القناة لا 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 بقى بزمتك يا بولبل دي عيشة تتساب واروح اتجوز تبعني بس علي شهاب قال لي ان البنت لسا مفركشة والبنات لما يبقوا لسا مفركشين بيبقوا عمين زي حتة السلصال واحنا مش هنعمل اي حاجة قابتا انت حتتجوزها تاخد فلوسها نسدد ديوننا وبعد كده خلاص باي باي صدقني يا علي النهاية السعيدة هابي اند سيفتي باونس مش انتي الخيز وانتوا ما بتصدقهم يا ساتر انت هتروح بكرا مع شهاب وانا قاعد هنا في الفيلا اجهزك ايد الفيلاد بتاع الاسبوع ده هوه بلبل عيون بولبل انت ما يلي ايدك والبت دي ابش NAرفي دي منت غ البانة وعايزة تعيش يه Something يا خدف الحاجة أسه يا را vedere بس Rahinga العراصي دي زي الامر مفيهاش غالطة يا شهاب قتلته مين خطيبي شكت فيه رائبته اكتشفت انه محاول مكتبه مجرسو نيرا قفشته طلعت المثبث ودربته 16 طلقة غادما خليت جسمه مصفى والغريبة بقى ان الكلب ده اختفى من حياتي من ساعتها يا طرى راح فين الكلب ده من ساعت ما مات وظهرت ياسمين ياسمين ميه اه سوري نسيت اعرفك عليها ياسمين علي شهاب امر ياسمين بسم الله من شاء الله انا عارفة انك بتحبيني ومخلص لي صح ناوي نتجوز امتى انا عايز الفرح او الدور انا فاصيل الدمي او في ايه طيب سوري انا لازم اروح الى الحمام عشان عندي ميتنج مهم جدا 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 موكب سيستخدوا بالكم من ياسمين كانين يا شهاب انت عايز نتجوز واحدة مجنونة شو قطو صوتك ياسمين احدا ياسمين انت كمان اتعزتك من اني انا هبش لا الكاميرا بتاعت موبايل ياسمين احلى ياسمين مونك بليس تاخدينا سالفي لخطوبة الله ياسمين ببعتها لي على الواتساب لو سمحت عيد ميلاد علي بيفضل اليومين ولسه ما توصلناش لفكرة رديني انا شايف فيه رحراحة ابداعية فيه تراهل فكري بتتساييو اهمال بالنسبة للساحرة الكولومبية اللي جاية عايزكوا تحجزولها سويت ومش اي سويت رويل سويت احنا مش جايبين الساحر ميت حتى يا سادسة دي بتطلع البيضة من اماكن عجيبة يا كوانا والله الله يا حرام كده كل اسبوع عيد ميلاد كل اسبوع عيد ميلاد ومصاريفه خرب بيوت يا ابن حرام عليك الواتس هيتحبس احنا في نصيبة فعلا يا شهاب احنا في نصيبة تخيل البلالين الانهل يا ناقصة من السوق عشان كده عايدك تنضيني على ثلاثين اربعين الف يبقوا معانا إنكاس يلا امسك الوصل ده عشان نلحق مصر طبعا انا طوله خش السجن على ايديني مرة كولومبية سافلة بتطلع مش عارف ايه من اين؟ علي بالمناسبة صحيح البنات اللي جايين الحفلة انا رأيي انه واحد ازاي؟ ملت لا ملت ايه يا بولبل ما يصحش كده الله يبارك لك لبسهم في بيونات على علا عشان اتبارت الله على طيبة قلبك ورقتك انت ايه قفل؟ جانب قلب ام اكتب ولد اهم حاجة بقى البنات اللي يجوا يبقوا صعبين مش عايز بنات سهلة زي كل مرة فين التعدي في الموضوع يا اخي يعني انا مثلا عايز واحدة محترمة مخطوبة وبتحب خطيبة اتجوزها ويبقى في رسكي تغرب بيتها وانت كمان يا شهاب على فكرة لازم تيجي اليوم ده لا انا راجل بخاف ربنا وعندي بنات سلاموا عليكم استنى بس يا شهاب شهاب انت رايح فين؟ لا ده لازم يمدي على الوسطة عشان نرحق نصرف شهاب استنى استنى يا حبيبي عضا في ايه يا اخي؟ انت بتوقف المركبة السيرة لايه؟ يا ابن يا ابن كل اللي بتعمله ده هيتردلك كما تدين وتدقان طب هيتردل ازاي؟ انا لا متجوز ولا عندي اخت ولا عندي ام ولا عنده تيزة يبقى ما مبهدلش بنات الناس معانا لايه؟ اه واشكدا همشي قبل ربنا ما يخسبنا الارض وانت خليك كده الناس تكرهك كل يوم عن التاني لحد ما تنوت وانت الوحدك اكرهني انا ميمينيش رأي حد فيها على فكرة انا عندي ثقف نفسي انا مفيش حد بيكرهني يا شهاب طب قل لي مين بيكرهني طب قل لي وانا اقولك مين اللي ركبلك ديل في الشركة الاسبوع اللي فات علي يا شهاب يا سادة انا توصلت اخيرا للفكرة بتاع تعيد الميلاد الاسبوع دول الحب الحنان عايزكوا تحسسوا علي بيه قد ايه احنا بنحبه قد ايه ما نقدرش نستغنى عنه بس حسكوا عنكم يحس ان احنا بنفسك انت الذي بدونك الحياة مستحيلة فمنك الحب وتعطي الحب في ليالي طويلة لا اجامل ولا عناق فنساع الكون بين يديك خميرة وهديها لك على طبق من ذهب فإلا انفرض فهي اسيرة شجاعتي تنتابوني فلعوا داري فكري وأنا قابلك من موسى وبكري تردش على تليفونك ليه انت في كارسة ما فيش كوارث والحياة حلوة وانت شاب الناس بتحبيني ازاي قعد ساكب بقى شهاب يا ابن اسمعني مش سامع مش سامع بي 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 يا حبيبي انت في مصيبة بجات ما فيش مصايب والدنيا حلوة يا شهاب اقولك يا شهاب اطلع اقولك الميتين حلوين من قلبك كده بدل اللي انت عملت قوله ده يلا انت اللازق واللازينة ده بقى المثقف بتاعنا شهاب تعال اقول كلمة يلا انت خلفت بنت عايز تخنعني انك من كام يوم تقولي كامعة تديني وتدان والنهاردة جاي تقولي خلفت بنت انا باخد بالي كويس او في الحاجات دي يا شهاب ولا انت مش هاف شغلك يا نبيل ماشا انا بقى امنوا كافة التأمين اللي تتخيلوا واللي ما تتخيلوش انا نقصة لفة عالي شخصان في كيل زبالة ولو عالي مش هاف شغله يا عالي يبقى هو مش انت المحامي يا شهاب ولا ايه والله بقى تصدقوا ما تصدقوش انتو احرار الورق سليموا قدامكم اهو اتأكدوا بنتسوكوا واضح ان معها محامي عق ضرب عقد جواز وبعد كل الانزالات على عنوانك القديم ما ما خلفتش اكت عاد قلتلك الحجر الداير لابد عن لطه انا ملطوط يا نبيل انت اتقوط انا عايزك ما تشغلش بالك في الليلة الحلوة الجميلة دي دا عيد ميلادك بنستنام الأسبوع للأسبوع احنا هنضرب عصفرين بحجر لو مش بنتك هنديهم قرشين ونغورهم ولو بنتك ما صلحة نعمل لها قوضة حلوة كيوت البيت تمشي جنبك في الشارع البنات يشوفوها يقولك بنت بيلي الحلوة الكيوت ديت وحنشقط بيها بنات برضو وين وين وصدقني انت متعرفش الخير فين إلا البنت فين يا شارع موسيقى 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 عينا على لومة العيش اللي بتزيل الرجالة انتا انتا بحبك انتا لو مش انتا هموت يا انتا كاعدني كلها انا انتا قلت معانا وانتا قلت معانا قلت دي لها مستقبل زي الفل يا بيه فل بيه وانتشوفها لنا مش قلتلك متعرفش الخير فيري يا بوي يا بوي يا مغالب يا حبيب الجلب يا مغالب مش قلتلك مغالب 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 يا بنادينا سنوانة كلتا لمفتوح مر من هنا حنموت تحية للمعلم ده خلاك اللي اخدنا ورا الباب ودوانك يا باب تحية كبيرة للمعلم بشة اللي اخدنا في العشة ودوان الفشة وتحية كبيرة للشيخ العظار اللي اخدنا في الدبار ودوانا المفار ورقصني يا جدا ماذا؟ 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 الشبهك الخالق النطر ماذا؟ يا عم دا سكرانه جاي يرمي بالك ماذا؟ ماذا؟ اهي اين اهي بصوا كويس هده اقول لك ولا اقول لك ما التعاك مش ايلك حب حب من محبة قلبي عاني عاني انقل تطبي ناري قول لي شارك انت ليه؟ مبروك يا عجل أخلفت رقاصها زي الأرض أخيراً أخيراً حسيت أنك ليت بيت؟ يا حبيبي يا الله 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 والله ما هي رجعة حلال عليك هادي هي تحلت يالله أنا بيه استنى بس يا علي يا بيت تقين عرف ده ده تكيل عرف عرف مش أبوكي ولما انت مش أبوكي حضنتني ليه؟ لا جرائب انك لا 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 ده لما كلها بعالي الجبين هات يات من الحضني ها هات أنا ما بتحلتش توقف يا بيت أبوكي ها أهو يا العيل الخريقي ده يبقى أبوي أنا ده راسودة أتخن منه كلمة الحق ظهرت أنا عيل الخريقي يا جماعة ما ينفعش أخلف واحدة جربوعة زي دي يلا يا نبيل يخل بص يا علي جربوعة ات مين؟ جربوعة ات مين يا راجل من غير أمارة يا طعم من غرس النارة يا سمك مليان زفارة يا دخان من غر سجارة يا اللي كيفك ما بيجيش إلا على أخياره ايه ايه طب وحولي بقى عشان أنا همد إيدي على البتي دين يا عارضة مد إيدي ده مد إيدي ده مد إيدي شغلي مستقبلي ليه يا شيخة كده عشان اتطمن بس اللي مليش جيش في المستقبل استهدى بالله يا جماعة ايه ده يا أستاذ علي دي مهما كان بنتك بنتي ايه دي مغلدة أكبر مني ولا أنا محترمك يا ده عشان أنت أبويا غير كده كنت شاعتك نصان هنا سبحان الله نسخة تبقي الأصل من والدتك هنية أيوة هنية مين بقى هنية أنا كده افتكرت ياه من 23 سنة ما تخلص بقى يا شهاب وإنت عندك 11 سنة كده أول مش أنا بكخطي وبقيت راجل كان عندك ده ده اسمها هنية كانت بيت طيبة وعلنيتها بس كتفرصة كتفرص فعلا؟ أنا فاكر مهم في يوم رجعنا لإيناك معها في قط النوم بتغير له أكيد ده هو اللي كان بيغير له بس عشان هي بنتة حلال وطيبة وفرصة ما رضناش نأذيها وسيبنها هتمشي ساعتها طب بقول لكم إيه بقى عشان كده شكلها لصبايا مش معناها هنفتكرتوني دلوقتي آه آه هنية كانت مخبية السر ده طول عمرها آه ولما تقبت قالت على كل حاجة قبل ما تموت آه وبعدين براحتك أنا معي حكم المحكمة إنك تعمل دي إني إيه آه ولو رفضت يبقى عملت معانا أحلى واجب آه لأن ساعتها بقى عناخد حكم إنها بنتك قالتو آه شكرين يا عزل ما تاخد تملة دي ما تملها أنت أنا مال عفرط طلعت بنتي ما أنا ساعتها هلبس نحنا جايين نتزفت نعرف إذا كان بنتك ولا مش بنتك تلاقش أنا عمل حسابي هات بقى خليها تثبت نسب بقى مع سينا كولا ها 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 ه واحدة عليه المشروفات شاملة أت عبى المحامات حدها ولحال فلا آقا الحال فلا آيو حدها حدها ولحال فلا آقا الحال فلا لست يا أم أميرة مثل الفل كده خلي بالك من نفسك يا زعبول ما تخافيش عليها مشاربقة كلها يبقى تمام مشاكرين فلا زعبولة مين؟ شاربقة مين؟ شاربقة مين؟ حلو عربية مش ديل مش توبيسيك جديدة ايوه هي بس ديل مواصفات الخالية والنبي عارفها أصلي الواتك ورع ابن محمد المرضاة عنده زييها بس التاني بقى أشيك منيك مجنة ونفلم عايزين بقى نجنة ونفلم على قللي بقى فيه اه اه شياكة كده آبا اسمه بابي 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 اي بابي يا يعمة بابي وابا عباطني بقى ماستطابطلط الشقالية ليه وانا شو خلي معك يا عم انت مش عايز اسمع صوتك خالص انفعل انا في دا شاب دي شكل اكبر مني من الشقال بيشوفوه طب تعرف انه مش ربئي دي تزعتاز في انا بس اوه مش ربئتين ايجرز that's nice علي انا عاد اكتنسى الى حصل النهاردة دا انا هاجبلك البيت نادران الي دا تفوقك وتروقك تنسيك بقى يا زعبولة وقم زعبولة وبنت الكلب اللي كانت وقفة انا بول بول فيه ايه متحترم نفسك انا نسعني بس الموضوع لسه مركبش في جماغي في فين؟ في مين؟ بنت الكلب اللي كانت وقفة انا جامل دي يا ابنت انت اه؟ بقولك دست عزر الله ايضي التفاعة دي ببقى تفاعة؟ لا انا كده مش عادل اسمعي بقى يا ابنت انت البيت ده ملكيش دعيه بأي حاجة فيه عايزة تقودي في البيت ده فيه خوانين لازم تمشي عليها واحد النزول مش قبل ستة وارجوع مش بعد ستة يعني انزل وارجع في ساعتها؟ لا ستة الصبح وستة بالليل يا ظريفة وعشان خف الدم اهلك دي مفيش نزول من اساسه ولو مش عاجبك امشي اتنين تنضافي كده وتعصي دفر الصبع الصغير اللي انتي بربيها ده لو علمت ما في الدفر الصغير لربيته في الصبع الكبير يا سلام يا رحمك طبعا يا حبيبي انا بعمل بيه حاجات كتير بربط بيه مصمر مرح رح باهرش بيه في هداني لو باكل بقى حتة لحمة كده وحتة نسيرة علقت في سناني بصبعي كده رحملة ايه؟ بس بس جاتك العرف تلاتة انا في البيت ده اعمل اللي انا عايزه وملكيش دعوة بالضيوفي يعني واحدة دخلة واحدة خارجة تتكتمي وتحط جازمة في بؤك لا يا عم حد الله دي شغلونا نكسة وكل اللي بيشتغلوها انجاز مش كلهم والله اخيرا وليس اخر ها؟ يعني اخر حاجة بس لسه مش اخر حاجة مش عارف افهم هالك انت ازاي تنسي اسم زعبولة ده خالص مش عايز اسمعه انا هخش انام شوية انجري على قطك فوق وديها قطاتها يا شاب تعالي معايا يا بنتي انتكى عالصبر بس كده خلي بالك من افعالك عشان هتاخد لفة ورجعالك عشان الكبلة واحترم سنه الصغار مش هيقل منه خد البقين دول مني يا شقيق عشان ما تشتكيش وقت تديق يلا مبروك يا علي انت خلفت محمد رمضان زي الامر فضالي يا ستي ده بيالي مفاش نزور طب ودي لنا غزه مش دابويا والنعمة الشريفة لنا طلبه في بيت الطاعة بيت طاعة ايها بيت انت هابلة كيف انت رواقيا انت من النهاردة صاحبة البيت ده وتعملي فيه اللي انت عايزان الطابلة اخرت لي عشان ما هامل نهارات نهارات يديت بأمك الطابلة ما تسكتش لحد اخر البروفل او انما انت تموت ايهما اقرب خدش يا حنوكش موسيقى 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 احكي ويرد الصدا اه 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 انبت لت الا بال احكي الله انت وشوان تلي مقمش بزول قاتيني جبتلك في برو فرفالة يا معا يا عام ايه ده ابيض دائمات دائمات ايتي شونك коли قرأت يا بات يبني فيلت عشيك بدخليني بدخليني بصاب الله أخلك بص يا اسبالا بدا فهب بص دي لسا بقى كل حاجه خضي هنا ياقا خضي هنا ياقا استني لين ازبعتك إيدي أسف يامي لباس استيهزة بن لاكده معايا انتا مش راحم حاجة يا باي مات اوفى مات انت الهام بحبه لا لا بيده كنت عايزك نمضيلي على يا روي لا ما انت بحيط عني يا بيك من ده كمان انا انا عطاقكم انتيك 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 تقول ما خبتش انت من يوم انا ابو هابو تذلل وكمان زينا محاشي نادا ايه ده في ايه في محشي ايه لا 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 تعالي هنا انت مين بقى انت امها طب لا ما افزى يا حكا اخينا انت انا هطلع عني ، شهاب. شوف اي عربية ترمي الذيبالة ده في اي مقلب زيبالة. زيبالة ايه. زيبالة ده خطيب. وبعدين ده لسه خارج من الحجز عشان بس عاي الفرفور زيك كده. قال لي يوار كيومي تربعي فوحة وشراحك هوا من اللي دارك مش متابع والله واحدة واحدة مش قادرة يعلي روحني انا وشي باز وانا احتاج وشك في ايه بس يا نادا انا احتاج دماغيك كلها في ايه اصلا اتبعودي بس اقودي ايه الطريقة دي طيب واحدة واحدة علي قولي بحبك قولي وحشتيني يا نادا كده يعني هتصدقيني يعني لو قلتلك كده ايه جاي بقى ده انا هوريكي مكان رومانسي عمرك في حياتك ما هتشوفي زي اشربي فيه يا وليد ايوة علي محتاجك قوي علي جمدي خطيبتي قفش عليها بيتردش من الساعة لما سفرت ما هتلاقيك خنائها طبعا يا ابني البنات دول اغلب من الغلب وبعدين انت معاك واحدة كنس كنس مش هتلاقي زيها بعدين دي هابلوا عبيطة هابلوا عبيطة مش طب يلا روح انت وبقى طميني مع السلامة هيا من دي اللي هابلوا عبيطة انت هابلوا عبيطة وليد ده بني قدم مفيش منه وديكي شايفة هو بيعبك ازاي ده طول اليوم قرفني راحة فين جاية منين بني قدم غيره ومقرف لا 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 ما تغلطيش فعزة اصحابي صحابي خط احمر يا نادا علي ما يطلعوا وراي ومعاه سلاحة وشكلة هنوي عالشارك يا من هارسوا يجوم ليوني ايه 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 ما قول لو فتحتي بقك هنتخرم كلنا حبيبتي روحي وحشتيني 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 هي فين؟ هي مين؟ البنت اللي معاك انا شام ريحة واحدة يا يا ماهي على هزارك واحدة ايه بس يا حبيبتي دلوقتي انا كنت في اجتماع علي ما تجللنيش اجتماع بالبورنوس؟ ما انا كنت في اجتماع مع محمد كريم اه وايه ده يا علي اه اه مفيش الراجل كان وحشه جايبه وصعده اده تحسده يا جماعة هنصهر فين الليلة هننبسط ازاي مش عارفة ايه اسمين؟ ده حبي تروحي فين؟ اوكي حصلونا علي هناك نايس تشويس نايس تشويس ايه؟ يلا بينا عشان نبقى كابلز كابلز ايه؟ على فين اصلا؟ إلحا نغير عشان نحصلهم بقى ايه يا بتي يا معالدة؟ ايه الصور دي كلها؟ انا عارفة ابويا مغرق للقوضة بصور صارة سلامة مش كلام جنناة خلي بالك احنا لما نتجوز بقى مش هنقض في المل اللي انت عش فيو ابنك من لحظة دخوله نجامعة وهو مصير للمشاكل ولما انتو مش عارفين تربوه بتعلمول ايه؟ بنعلمه من باب الاحتياط قل تعلمول ايه وإش شيء خرص تعاملت ايه؟ اه اا اا يا فندم احنا مش عاوزين نكبر موضوع قوي ويا ريتني الفاهم بهدوء تاني حتقول له دوء ابقى شوف ابنك اللي مترباش يا فندم، إنت عصبي ليه؟ اللي انكسر ينصلح هو إيه اللي انكسر يا بني آدم انت؟ أنا بنتي أشرف من الشرف أما الفنق دماغ دا ليه من الصبح وأرفنا يا عم انت؟ ما أنت مساكت له من الصبح؟ هستاهر إن الكلام الودي مش حايدين معاكو نتيجة أنا رايح الاسم وحعمل مذكرة عذر تأرض اسم؟ راح تعمل ليه في الاسم يا أندسة؟ حد يفضح بنته واستصولاته المخبرية أنا مناش رايح الاسم أنا رايح لوزير الداخلية استنى اسمعت راح لمن؟ آه هاه ها إيه دا ساعتك؟ إيه دا؟ إيه دا أرجوك أنا مستعد بأم بيلك تعهد على نفسي إن الوantic دا مش هيتعرض لبنتك أبدا اتفضل اتفضل يا فندم تقول دا خلت فضيتها؟ أنا كنت فكر زي حضرتك في الأول يا فندم لحد فعلتها في حوالي عرفتها اللي طرق بنت طيبة وقلبانة يا حبيبي ما تقولي إن قلبها قلب خصاية عرفت من إيه يا فندم؟ بتقول إيه يا فندم؟ يا فندم دي بنت ضحية تخيل أبوها بيكونوا معها مع مميمي مين؟ مميمي يكشي تولى حية ومميمي في لحظة واحدة ده أبوها رجل غبي طلع تربعه لسان ولسان الزفر كمان شفت؟ ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعة تعمل إيه البنت بقى اللي عايشة معادي؟ ضحية بلاش كلام فارغ انت رجلتش ورايك ليه؟ أنا ممارك ها؟ أنا وراك يا فندم انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم أنا كنت هعرف خلاص بيجيب الطابع دي منين لأبوها دخل يا حمد ربيلون الراجل دخل في الوقت المناسب بدل ما كانت تعمل لك قضية إثبات نسب نسب؟ يلا يا وط يا وضواء إيه ده إيه ده؟ إيه ده؟ ده زمايل يا فندم نسب إيه بس يا فندم؟ إحنا مفيش بنا لكل خير ركز في شولك الراجل كراحي قابل وزير الدخلية فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم النهاردة العيال هيجمع فقر نضربه فيه مقدرات أنا عندي إحساس إنه النهاردة همسك خط مهم في القضية يا فندم يك تكعبن فيه وتكسر رأتك ما ده إيه ده بقى خالو أنا مش خالك يا أخي أيوة صح إنت قريب أختي أنا قريب أختك وقريبك إنت قريب أخي؟ أمشي أمشي ده حيشللي يا خالي بس فالفضل ت وحفيني�وك داخل واحد صحب جوه طب ايه باب المحفظة يا باب بابشيرش محافظة طب ايه اللي عجز موسيقعة القباية او طبان عليك عاملين دماغ واسخة بس ايه على السوق فيها يا ياد انت بكلم صابت انا بقى وزير الدخلية طبان عليك حتباوز الدماغ اللي احنا عاملنا اقلق بالمحفظة الاحسن غزك ايه ده؟ ايه كباب ده الزبط جد يا انا والله ينور يا ساعدت الباشا انا هعترفلك يا باشا تفضل ادي المخدرات اللي كنت بحطها في دوليب العيال هي ادي الحاجات اللي كنت بسرقها منها مبادئ قدرة اعمال مقدمة في علم الاحصة ايه يا بات ده حرامة مثقفة فين المخدرات؟ برضو يا باشا كالترخيرة انا كنت بذاكر فيهم بذاكر فيهم ان ابي انت شاكلك لبط وهتتعبيني معاك يا اول طب عشان تصدق ادي الكرنيه بتاعي انا في كلية التجارة الكرنيه ده مضروب الله يسامحك يا باشا انا بشتمك باهلك بقولك الكرنيه مضروب مالك حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب خمسين ستين جنيه وانا هجيب من اين يعني؟ بقولك ايه بتاعي تقولي الام تعبانة وباجري على اخواتي ما تجيب من الاخرة بيت يا باشا كل الحكاية ان انا بنت عالدها اطموح وباجري على اخواتي بتفتكر لازم تقبض علي عشان عندي تنوح يا باشا طيب خلاص خلاص يا باشا والله العظيمة نموعة درجيب سيرة لحد انا مش قد حضرتك بص يا باشا انا هساعدك بس مش عشان خايفة منك ولا عشان عايزة منك حاجة انا هساعدك لان ده الصح العيال ولاد الاغنية دول اصلهم مش مقدرين انها ما اللي هم فيها اللي غيرهم بيحلم بربعها تفي حد شيوع يفعلكو يا بيت اكلمها على الجامعة والمخادرات اللي فيها تقول لي محاضرة في الحكد الطابك بقولك يا بيت انا مش عايزة ماضة من بكرة تفتح يا نيكي في الجامعة دبت النملة اتوصلني هم؟ ربنا يساهل يا باشا خد يا بيت تعالي انت معاك فلوس؟ مستورة والحمد الله طبعاتي عشرة جنيه بيهزر معاك تتخذي دول برضو حضرتك مسامنة زياني برضو حضرتك مسامنة زياني برضو حضرتك مسامنة زياني موسيقى 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 زي افتح ايدك افتح ايدك أعمل دماغ استنى هنا ايه؟ ده طابع حطه هنا وربط دي انا اصلي جاي مش عايز طابع ولع جوانتي سيبك من ده يبقى انت لسه زعلان منالي عمله ابويا ده أنا اللي قلقت عليك قلقت علي أنا؟ ليه؟ يعني الموقف قدام الناس وأبوك و أمك يعني لا، ناقب ده عادي، ناقب ده بيتكرر كتير أنا واخدة على كده أنا فتجرش أصلا أبويا بات يوم في البيت أنت عارفة بات يومي؟ أنا علاقتي بأبويا كده مستعي علاقة أبو و بنتي بس كده أحسن خانتيني بخرج، بعمل اللي أنا عايزاه بش أبوه لأي أبوه وماما ماما؟ مالا ماما دي ماما دي زي السكر ماما دي أنا وهي موبايلات على طول تطحى من نوم تديني موبايل تخش تنام تديني موبايل وأنا برضو بتديها موبايلات يعني وما دين بقول لك أنت عطايا شوية الدماغ اللي أنا عاملها عملي حال طب والله علي حاطر دماغ بالمون ايه يا بسيوني واقف كده يعني ما بتدربش ولا أنت عامل دماغ الليف هاي ليفت لا أنا متقدر تقولي يعني دماغ الطوابع والحاجات دي دماغ فافلي بتنفعنيش أنا أحب يا بي أزبط دماغي كده في مكان خاص وأجيلك فريش دماغ بالدي بالدي؟ الله يا بسيوني نيف ستجرب الدماغ البلدي دي خلاص احنا بكرة عندك يا مايا الحمزة دماغنا بكرة عنده بسيوني يا ست استني ولا أنت رجعت في رأيك لا رجع ايه يا جماعة ما حصل؟ بسيوني بكرة عزمنا عنده على دماغ بلدي بكرة بالدي اشتا يا مايا بسيوني لا لا خلاص مش حينفع يا ست يا بتقولك بكرة انت حولك لا علاش الزمن عنده بارك يا عمي أقولهم طراقهم يا الله راتب توقعهم من هذا هلا عاجم من هذا ده مش تقرير زابط ده تقرير اخي صحي اجتماعي الكلار ده تروح تقوله في همس التعتاد يا فندم يا فندم اقرأ التقرير بتماعهم قريته قريته حبه حبيته من قلبك حبيته يا فندم اهو بحبك مش من قلبك لا اكيدا مش من قلبك بحبك فيه ايه حزابط انا ماري وما ظروف للعيال العائلية انا هتبناءهم انا ما تميني ظروفهم انا كل همني المخدرات فيه المخدرات يا حزابط فيه المخدرات ايه 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 ده كان هرق اسود ومنيل ايه اللي انت شايله ده فارش 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 حاشيش يا فندم ماركت سيبها وخدها يوم السبت دعم لو مش فاضي السبت خدها لحد امان يعني شكلك هيحبسنا الاتنين الصبح ايه ده؟ يا فندم ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات ده وليفة عاملها عند العطار كده ما عملت كله ليه؟ اللي ليه تزنقت العيالة توردت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بنا دي وعلى حسابي فاتصرفت انت تجننت؟ بقى ابدا ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات من اين؟ تشتغل لهم انت تجري مخدرات؟ وبعين العيالة المدمنين دول حياثر فيهم شغل العطارين اللي انت عاملوا الفالس ولا؟ يا فندم ده مفعول وكده استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ انت انا لا فيه فلاك جوينت الصباحة مين؟ فلتر كارتون عريق اول ما تصحى ولح انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم اسمع مني ما بشربش الحاجات دي حول عقولك قال انت ثابت يا هزابت بتاع ليه ماتتولحش بيتي يا عبرا انا ححولك للتحقيق فورا يا فندم يا فندم شغل عكس فل انت فيها يا حازم حازم حبتي في ايه حازم؟ ما حلش يا ابي اصلا انا سمعت باسيونو بيزعق فقلت يمكن بزعق لحضرتك فاندفعت يعني لا عبرا احنا كنا بيشغل انا وباسيوني هني باسيوني الحرز ده رجعوا المكتب عشان نبقى نعدمه هم؟ عشان نعدمه انت بتعمل كده ليه؟ هم؟ انت بتعمل كده ليه مش فاهما علشان حقنقه قبل معدمه اه عشان مش عاوز يفهم الحرز ايوه علشان حقنقه ايوه 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 الحرز ايوه حاضر ما تشنقه احسن يا باشا انا مش هستن ان انا تكتل تحقيق انا هضربك بالنر يا فندم يا فندم افهمني ما قداميش حل تاني لازم اعمل حفلة عند ساعاتك انا في البيت ده انا لو مراتي عرف يتحكي اتبحني يا فندم عشان المهمة دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد غربش تفوت في الحديد مش ده كلام ساعاتك اللي قلتهولي وانا لا يمكن اسمعلك انك تحول بيت الجارسونيرا البيت ده اللي عمره ما دخلي فيه واحدة ست غرمراتي والشغالة واحيانا حمادي ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت خلاصة فاندي مفيش مشكلة انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصورة وافهمه ان المهمة بتبوز عشان ساعاتك مش متعاون معايا اعلم في خيلك اركبه يا حم два يا عين الله يا حزما اذا حازم اما لاهايكون عمر ايه عمر لشانا باستباحتك ايه رأيك هلبي اسد eingesダ ايه ده اوه ان لاا ده احسن ايه ده؟ ده حيعيبك قوي الحقيقة انت معاكي تشكيلة هيلة طب ما تعملي بقى فاترينة هنا للشنطة كده بحس اللي معادي يبص على طول ما غيرهم هتعيبي نفسك لا لسه جاي كفاية كفاية ابوسي ايدك الشنطة دي من الفدع عبدلاب ولا ايه؟ ما عدتنيش هلبس ايه؟ يا ستي البيسيهم كلهم بس يا ريت القسار قدام بقى والطويل ورا انت حباتي هنا ليه؟ انا عارف انه سؤال مش من حقي بس يهمني اعرف الاسباب انت دي مش بايتة في بيكو؟ اه 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 طب ليه ما رمتيش الباب ما خبطيش الجرز ما خبطيش جرز الباب ليه بتاعكم؟ ها خبطيش الجرز ليه بتاعكم؟ ما حصل؟ ما حصل؟ بحدين؟ قصي ماما بتروح تلعب تنس في النادي ها وبعدين تديها الجاكوسي وصونة ها بتروح للبيت مقتولة طب وليه ما بلغتوش البوليس ها؟ بيتنام مقتولة مقتولة؟ ها؟ يعني الحقيقة اسباب بقناعة جدا اesh انا بتكلم كده ليه؟ اصلا ان انا عندي برد بدبارحة من ايه؟ بدبارحة من ايه؟ انبيد البارحة تي غبية ولا ايه؟ البرد من ايه؟ ها جالي من ايه؟ جالي كنت قاعد بعد قاد قدام الدش وبعدين دخركت في الهواء يا حرام! مامي! حوم انت كنت تهين من بعض ولا ايه? دي بتاعت خيل اللي اختيتي يا بنا هادم! خلني حاجة هادية! كفيه بقى يا مامي? مامي ايه? انت كده هتعصى بيها اكتر! واه! اه! اه! واه! ما ادلولوا! انت بات غرر من انت! ياه! والمصحف متغرغرتي بيها! اه! اه! انت اماط يا انا! اه! امن من حضرتك! اه! امن! امن! امن امن! ام! امن! مش عايب! والا اما! انا! مجنونة بالحب الجاذب مجنونة حبتك يتوه مستنيتش لما تغني الشريط كله دشك 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 ايه بقى ما كامل اول ما قولتلك اخي قولتلك اجي معاه بعدين بعدين ودف اه اه هنا كان فيه موزة انت عملت ايه باكينام قطعت امها اه مج Widg يا اوه صفرية المراتي طولت قوي استحلتها geçتوا هناك مجنیا مجوجة حامي اوه من المطار عالشقل رايحلك يوميني يا اخي بعد السخر اه وقفا عنال كيف الي طلبته منك عماد سهلت انا في السجل المدني مقتشفت ان عنوانها القديم هو ونفسه لعنوان ماتغيرش عماد انا لازم اوصل لها لازم اوصل لسارة بأي تمن هتوصل لها بس انا عاوسك تطمئ النفسك بس ولا يكون عندك فكرة ها؟ بقولك أنا أعرف ودء قريبي ممكن يخلصنا بالموضوع ده فوراً ايه زابط؟ لا ده ودء شغال في شركة موبايلات ممكن عن طريقه نعرف عنوانها هو فين ده؟ بهدوء خليك كول كده الود ده صلو قفل شوية وممكن يعني يحس ان احنا بنقرطس ولا حاجة سيب لي الموضوع ده خالص اوكي يا مان ركنت فين مبارح؟ ركنت فين أنا مبارح؟ لو صلاحت بعد إذنك ما شفتش عربية صمرة صغيرة كده؟ لا مش بتاعش شكراً لو سمحتك ايوة ممكن تعديني؟ أعديك؟ تفضل تفن تخافش فيش عربية لتتفضل لا لا أعدينا إن لله وإن إليه إذا الرجوع انتي بستكبية بعدين بقى فرحنات بتوحشها دي عالصبح شو 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 يا ابن الكلب حتدخدخ العربية خلاص خليك أنا حتصرف شو في الشماسة الروخص هتلاقيه في الشماسة عندك تاكس تصور يا وصل ثانية واحدة صباح الخير يا مسعد انت وصلاح واخذك صباح الخير رحلة سعيدة فضل يا فيدي شو خلال ايه؟ هو الاجتماع خلص ولا ايه؟ زي ما انت شايف طب تفتكر ممكن يعدو من الاول ما شاء الله يا استاذ عادلك مين خاصة ليه بس يا عصص خاطر خاطرتك ما حضرتش الاجتماع؟ جايفة اخر؟ مستقبس اللامس لان الفور انتها تشوف امشي تنظ طيب ما هو يحيا لسه واصل معايا برس يا برس ما تجيبش الشجاع على رسالك يا ريتك يا اخي زي يحيا وبتبيع خطوط زي يحيا طبعا ايه طبعا طبعا انا زن بايه يا نجوة يعني ان يحيا بيبيع خطوطه هو في خدمة العملة طارق يا ابني انا زي منطق الصغيرة انت شخصيتها جميلة بس كلها كلها نقط ضعف نقط ضعف نقط ضعف انت مشوفتش فيلم سبايدر مان؟ شوفته؟ كان كحروت ومعرف انه مارمي جانب الزبالة وفجأة ايه ده ايه ده ايه 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 بتجري ليه فيه ايه؟ ليش عارفة دايما بحب بجري في الحصة دي احتجرتك فاكراء انا عصر سجري ده ايه ده؟ دي دي الاغاني اللي انت طلبتها اسجلها لك ايه ده محرم فؤاد؟ ايه طيب ايه مشكلة؟ انا طلبة شعبان عبد الرحيم يا ستي محرم فؤاد من شعبان مش هتفرق ده فرق شهرين بقي حطيه عندك في الدرجة شهرين يقلب شعبولة لوحده يلا انا على مكتبي طارق انت بلتجي فكر ان انت بلتجي 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 انت فاهم؟ اه؟ بقى ليش هناجوة يلاوي 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 بلتجة بقى بس انا ماليش في البلتجة قوي يعني بلتنجي 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 يا سلام صباح الخير؟ صباح النور اه صباح النور مخصن سيتنا انا في الشوق ايوه ايوه سيت يقول مع ايوه 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 اتعرف بك ايوه 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 اسم جميل ده ممكن رقم تليفون 5063510 تمام العنوان 18 شارع المنيم المنيم اه هلش اتخذنيش اصل القف مش واضحة عندي في كمية منيم اه الخط مرتبط اه الخط معطوة فعلا اه يا حرام لا 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 ولا يهمك يا اخت ابتسام انا عارف عارف ان القطاع الخط عنك يعني بمثابة تجريبة قصية حليك او عيدك ان انا هرجعلك الخط حالا هرجعولك اربع مرات اوكي غير ويا ريك نعتبرك صديقة البرنامج اه صديقة الشركة معالي سلام محسن وانا اتصال تاني نقول الو 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 يا طرى بترجع كل الخطوط المقطوعة لكل الناس واذا اللي شوتهم محندق وحلو بس لا 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 لكل الناس يعني حضرتك فاشل في خدمة العملاء وفاشل في بيع الخطوط يحيط بقت كم خط بغاية دلوقتي من الخمسمائة خط اللي عليك فاضلي عشرين بس يا حضرتك صدر له عشرين وانت حضرتك بقى يا حدق فاضل لك كم خط فاضلي خط 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 لاش ايوة فاضلي خط وابقى بدأت بيع في الخمسمائة خط اسفع بقى يا حايب يا حايب الأسبوع ده كله تنزل شفت بالليل أههه فاضي كول كول مغلوب يا مان بيíamos كول ألول انا عمدة زاكا حبيب كان تمام حمد الله بقول لك في واحد صديقي عز علي قوي طالب منك خمسين خط تليفون للشركة بتاعته ايه؟ خمسين خط؟ طب ما جيدك على طول دلوقتي من بعد الفجرة حتلاقيني عندك ايوه من بعد الفجرة حتلاقيني عندك لا يا عم لك تلقى بحوافزي تخليك بحوافزك انت ايوه 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 لا مفيش حاجة مفيش حاجة طيب انا بقى انت بتشد السلك من عندك ولا يا عماد؟ ماشي بكرا وبين ارزوك بشحن ريخي بسلام بقى يا عماد ماشي بكرا عدي عليك طيب ايه؟ يا معليقة تلقى بيا مية ايوه 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 انت ايه؟ انسان انسان؟ وانا بقولك نوعك ايه؟ انت ميه؟ كان تعيش وتعاش يا بلا دم انت جاي حضانة انت تابع ايه؟ انا مش تابع حد انا رئيس جمهورية نفسي وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي؟ جاي عندي معايد مع شاب باشر انت بتسأل عسلة غير منطقية على فكرة انت فوق الفضيح فوق الفضيح وانت تحت المريب بل تحت المريب بل تحت الكبري خد تعالى هنا يا بني قادم يا بني قادم انت هنا في بيتي ولا ولا حدك يا وقت اتت هتضرب ولا ايه؟ بقولك ايه؟ انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم علي اسمي بسيوني امراضي الحيواء كمل كمل ايه ما الاسم خلص؟ ايه نوع الحيواء؟ الله 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 انت بتقل ايه انا انت هتضرب ولا ايه؟ كواس بقى ان انا مغاربت تشهدومي ها؟ ده انت هتكون عالقة اه بيسو حبيب قلبي اه فعليس اتأخرت عليك؟ ايه معتز ازاي حالة ها؟ ها؟ جبت الحشيش؟ ها جبت الحشيش ومبنيت ايه؟ ايه؟ حشيش يعني مش اي حاجة بص دي اللي انا بقى اتشعب منك و دي بردك اذا انا جبتها انا بقى اتشعب منك اسمي ايه؟ طرابورة ايه؟ طرابورة بغاني صغير ماشي كنشة ماشي غير انا ماشي ما تشربش بردك ماشي يلا يا غدعان اه؟ مين ده؟ ما عربش واحد ليتوا في البيت ملوش العزمة لوك 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 رجوانا ضغطي عالي اسواني؟ كم كامل؟ واحد واحد يلا يا غدعان مش كل مرة تكسفونا ملا؟ ده معاني بيشجع ايه ده بيرجع؟ بصاحبي ايه بس من الصاحبي ايه؟ خلاص يا عامل بقى وما قلتلك انا متأسف قللك قاسف ميت مرة بقى خلاص بقى ولو برضو يا معتز انا تهند واقولك ايه؟ بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني ماشي؟ تشتري حشيش بقى اروح اشتري من المحل حزب خلاص 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 ده قم فينا؟ يعني في مصر اه بس سنينة انتو بشجع ايه؟ واحد مصري حيشجع ايه؟ نيجاريا نيجاريا يا بدي ما تقولك؟ أنا وادي لك قلني سابحه بوا بصر ايه ما تركيه evolve اه ده قده على صاحب عدل ايه 1-14 أكتو ti يا فوق الفظيع نحاج السماح لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع نود على صاحب عادل أنا متشكرة وزي عشان أنت أخدتلي بطاري وربطته اسمتش حلو حاولي خانتين كيف لنواحد ومي بلع مصنع نجري إحنا السود ها أليا جدا بدنيا فنيا سوف للهدفين فقدمت سكتلندا وتعادلت إيطاليا في الشوط التاني من خلال الظهير لأمام حضرته من ركنية فيها متابعة كانت رائعة يرفع المنتخب الإيطالي رسيلوا من النقاط في مجموعة الخامسة إلى نقطة رقم أربعة سلاميكم ناقوا اتطابر كافي ناقوا عديكي جنبا ها ناقوا حذرتك عو إيه القرف ده إيه القرف ده الله إيه ده مفروض إنه ديش يا كمحترم دوس هنا لو سمحت دوس جامل 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 اتقل جامل أيوة بس أيوة شكرا ها إيه رأيك بقى آآ في الخمسين خط أنا أعناية ليكم في الموضوع اللي قلتلك عليه أيوة وانا مش فهم الموضوع بالظبط اللي انتو عايزينه مني إيه عماد كل اللي عايزينه منك هنبديك اسم حد معين وتاريخ ميلاده هتدخل على الكمبيوتر الخاص بالشركة هم تجديني شوية بيانات بسيطة عنه أنوانه سكنه حكاة سهلة جدا ها يعني انتو عايزيني أن أصرب بيانات العملة أيوة 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 لا طبعا ما ينفعش ده مش من صلاحياتي وضد مبادئي وضد أخلاقي يا سيدي سلامة مبادئك وأخلاقك وصلاحياتك الموضوع بسيط جدا الإنسانة دي إيه إنسانة هي كمان إنسانة مش دكر مستحيل مستحيل يا عماد البنت دي لجت من عنده خاتم ألماص تسعة إيرات وغيرت عنوانها لا عرفنا لها عنوان ولا سكن ولا بيت لا إحنا ولا البوليس وإنت الوحيد اللي ممكن تخدمنا في الحكاة دي نا ينفعش يا عماد مستحيل مستحيل ميد خط وعايزين موبايلها كمان ولا العنوان بس كل البيانات برضو لا مش أنا مش أنا يا أستاذ اللي يعمل كده مش أنا يا عماد اللي يتجسس على بيانات واحدة بنت أنا آسف الزيارة انتهت اتفضلوا أنا اللي هتفضل مشروع الخطوط اتلغى ولا كل خطوط العالم بعد إذنك أنا شريف انكتش أنا عايزة اجتبع لخطوط يطيك ما عنديش مانع بس أنا ليه طلب عايزة أقول حاجة كده حتديلك خمس سلاب جنيه مش فلوس المتين خط دول انته عايزينه ما انته ماتين ايه يا ابني احنا كل اللي قلناه ميت خط بس مين قال تلتمين انا من ساعة ما جيت هنا وهما ربعمية موافق موافق على فكرة يا عندكم بالتأكيد احنا دورنا في كل الشبكات التانية ملاش اي وجود تفضل ربعمية خط ده طلب الشركة قول لي بقى اسمها ايه وعنوانها ورقم مبيلها وكل بياناتها يا ابني مولرت هتعمل ايه اه معلش معلش نسيت متقدر متقدر فهمت اه خلاص فهمت فهمت اسمها ايه بقى سارة محمد المهدي اسمها جميل اوكي يا جماعة ان شاء الله بكرة الصبح الى خمسمائة خط حيبقون عندكم سلام عليكم سلام عليكم انسك كده يا راجل ارفع رجلك ارفع رجلك يس خلاص يا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم انت تجننت؟ تدخل فين انت عايز تعملي مشكلة علشان خاطر يا نوجة دي خدمة انسانية الواحد صاحبي عزيز عليها قوي لسه متعرف علينا عرضك يا طارق متسبليش بيز خمس ثواني نو اخش الكنتروف هوم خمس ثواني اجيب الجانات واخرك خمس ثواني نو طب ثلاث ثواني نو ايه طب نص ساعة طب نص ساعة اوكي مرغاني طارق ايه اللي جابك هنا نجوة عايزك تحت نجوة تحبها خليت على طول اه بس حب من طرف ثالت يعني ايه اول مرة اسمحتي يعني هي بتحب واحد واحد بحبها وانا بروح اعوض معاهم كده هي حاجتلي بقى على اولين يوم را ما حاجتلي عنك طب ايه عزك تحت طيب يلا بينا يلا بينا ايه ما هي قالتلي استناك هنا لغاية ما هتطلع تاني هي قلستك كده ايوه انا خدت منها ايه طيب انا حاجتب عليك عايز انزل للايك طرف اول صار صار محمد المهدي يلا خلص ايوه صار 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 في جاَارة الم.. معادي دانها هاه الو ما ا نتعاب ربنا ي cetى ايه دا ايه دا خمسة يا سبعة دا رقم Lok S O OSAMA MUNIR بدي بتاتصل هاي يا اسامة ارى فكريط الحلقة احلوة اوي المهارطة مرسيه ليكي ربنا خليكي الصدنا ناسمعت او قبل كده هيوة الكمبيوتر بتاعي فيه كان رقمه هيوات 17 لا تبتعمل ايه انا فيش كنت عايزة كهرب بس معرفتش وانا كنت عايزة احبه بس معرفتش ليه حصل ايه قاعدت ترغي ترغي ومافتش من اي حاجة طيب معلش طب افك انا بقى طب مافكلك انا معافك طب معاك عاش خمستين لا معايا ستة تمانيتين يا رجل وفكلك وبتعمل ترغي وموقفني لو هتقعد مرغاني سلام ماشي مجر الرب انوصلة يا رب تكون اشتغلت علشان كده حاسة ان عمري ما هقابل حد احبه ويحبني سدقين يا ريهم الحب هايجي الوحد كدير ايه كدير ايه دي مرأة تكلمي يا راجل مرأة انا يا مرأة انا يا دكتور الشواف اسمعني ما تسمع يا رس انا مش فهم حاجة من الانجليزي والترانسليسن بتاعك ده بص انا لما حصل الموكف ده وعم فوزي اكيد انها دي مرأتك والمصحب الشريف ان ما كنت نصدق ان دي مرأتي كان اول مرة اه لول ان انا لمت الموضوع ولمت الربكة اللي حصل في الحكاية يعني طب اللي يخليك الموضوع ده علي حصل تاني يعني ايه لا بص بسيط حيبقى فيه يعني لنبي يا لنبي طب سلام انت بقى حصلة سلام انت ايه يا نوجة ايه عايزة عاش قول ايه نسيت ده ده بتاعيه ده مشاركرينا نوجة مشاركرينا نوجة يا اخي انت زهقتني وعلفت دماغي عضياتك دي تيجي ايه جنب العواضي اللي الاستاذ بساكها ده مفيش عضيات اللهم اصنع اهو الاستاذ جاهو يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ صباحا خير يا استاذ يا استاذ صباحا خير يا استاذ بطلو بقى تساول بقى عايز ايه تساول ايه انا اشف يا استاذ انا ايه اشف لا انا ايه اشف لا ازاي هي؟ الحمد لله عشب انت خططني معلش معلش اصلا اللي يمزي عمال انسى شوية حاجات كده فرزي لدكتور فقداني الدواء فزار الدواء ده فيه مناسيات يا حبيبي ألف سلام عليك الله يخليك اه خلاص افتكرتك احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضايا عشان قضايا عشان قضايا جديدة لا لا ما تقلقش قضايا جديدة المصحب ما تخافش انا مكلمي الاستاذ رافع المحامي هو اللي حيترافع في المحكمة ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي انا اللي اعترافع نعم انا اللي حق في صحة الفضار علي وقوم بالمرافعة يا ريت ايه اللي غير رأيك كده؟ ياضي احنا ليه عراقنا احنا وشاقانة يروح اللي برده مش احنا عراقنا احنا قولة بيه بدلا ما تاخد عشرين جنيت فيدك مني كاحيانة تروح قافش مني مياه وابنك اللي بيسهل بقدر ازقه افق ابن يسهل ما بسهلش تحت بضيحني في الشارع ما تشوف طبحي المهم يلا انت قبلتلي انت مين؟ خدامتكم امام احمد طبعدي حاجة واعلني عن قدومي اللهو اكبر اللهو اكبر allah wicked ياهلى ي Rule ياهلى Ley ً ihm كان لما نتحدث عنك لأنك إنت مشغول دايماً وقتك مش بتاعك ده فاذاً حاصل عني الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الراجل دي يا عمي هو إيه؟ خارج من الحرب للسنزاف إيه؟ الله أكبر، الله أكبر عزيتني لسه نزل من على خطة بوليف المتر بيزهق إيه شاية عادة عزب في بداية الموضوع نتعرف بالاسم إيه؟ معذوبك بيومي طيب حاج بيومي إيه نوع القضية؟ ابني متهم في قضية اختصاب ومين اللي اختصبه؟ لا يعني أيوة منافقل يعني هو لأنه في الاختصام ده اتحق حد تحمرش بيه؟ يعني كان اختصام وحمرشة؟ أو تحمرش بيه؟ ولا هو يعني تحمرش بيه كده بس؟ وكده؟ لا، ابني متهم في قضية اختصاب آه، هو متهنينه في قضية اختصاب وهل ذلك حصل فعلاً جداً؟ لا، ده الأطبر ابني برقابتي ده دور عاملها البيت وأهلها طيب معانين في العز اللي أنا فيه؟ عانت موقف المقرباز اللي أنا فيه ده؟ كله بتاعي إيه؟ البيت دي اسمها إيه؟ اللي رمنا بلاها عليه؟ نبيل الحاية ربع يا حاج لو سمحت نبيل الحاية بهنسي جوهر عدها سبعة وستين سنة ومتجوزة سبعة مرات ورمت إجوازها من بيكونة الله أكبر عليك إيه الحلوة دي؟ إيه الحلوة دي؟ إيه العشر؟ إنت اللي إيه؟ إنت اللي إيه؟ اللهم صلي على حضرة النابي إنت جبت المعلومات دي من إيه؟ ما دي أعلم أما بقى نبيل الحقيقة اللي عليها العين والليلي دي ساخنة في 17 شرع السكاكينة الدور الخامس إيه راجل كفاية بقى؟ مش سمعك كويس مطل وش باشي ما إنت بتتوش مش مش سمع خايف إيه؟ بتقول إيه؟ حتلمك باتي يلا با أرجو يا حاج من أنا ما كنتش أطاعت لكم الحموم الجناعي اللي إنتوا فيه ده لا يا ابني إحنا طول عمرنا ماشيين على كده أه؟ هو أنا لسا كنت جاي لنبيلة في بستين إيه؟ لا جاي جاي أخد كلمتين في القضايا يا ابني آي بحسب البستين آي أصلي سمعتها بوسة إنت فاكرني إيه؟ أصلي أنا شريفة وعظية وصرير فا يا بيت تخلصي التلفون اللي معاك ده وشوف الأبوكاتو يمكننا تطع منه المصلحة طب يلا بقى باي بار خلصنا أفندم يا أستاذ والله أنا بس فت سوايني 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 أزك يا سعودة ده زعد الزغير لا 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 ده سعد أخوي أخوي أنا أكبر من الزغير يا راجل لا 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 دايماً إنت ظنك وحش يا راجل ده بنخالتي بنخالتي برضاعة يا سعد طب يلا يلا إيه في لك ألمك بعدين يلا باي موه باي الملد كلها اكوة هارجها ه ه ه ه ه ه مننمرayasize ه ه ه ه ه ه ه يا فدمي يا أستاذ خلاصت هصلك يا ست Reich اللي خلاصيني بقى أمس انه بقى أمس انه، أنا بس فت سوايني سواuc وأoi أفنس أبري بلا comment انت رهف Qatar أتنيك لأن الشابة قطع طب أتwolf عايزي لا خلاص نتابق في الجلسة باي سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين ان هذا المرتهم الماثلة امامكم الان في قفص الالتهان بريء براعة الزقب من دمدني عكوب وانا التسق مع النيابة التسق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بان موكلي مزنب ولكن دعونا ننتقل بالكانون الاجزي هو تاق فوق رؤوسنا نمشي به بين الامم فخورين به الكانون الذي يقول بانا نتهم بريء حتى تزبط ادانته ولذا ولذاك ولهاك اطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور ان تسمح لي بسجواب الملدعية تعال يا نبيلة سيد الرئيس وقفت فين الشهدة المدعية هيا لي الشهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سلام علي السلام علي هو ده ونور انا احترمك عشان خطر الحاجة اللي انت لابسها ده استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ده نعم فخر بارك الله فيك يا أستاذ بارك الله نبيل الحائح انت قلت في تحقيقات النيابة ان كنت اشاورته للمقرباس وهو كان فاضي وركبته معاه صح؟ أيوة يا أستاذ ولما حصلوا ان انت ركبته معاه المقرباس خذك لمكان غير خط سيرو وخذك بعيد بعيد وحديكو وفي حتة مكان الضغمة كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليك ليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ أجل يا سيدي أجل يا سيدي وعلى حسب أخوالك برضك في النيابة انك قلت ان تم عليك الاعتداء بداية من الساعة السابعة والنص حتى الساعة السامنة والنص يعني ساعة بالتمام والكمال مضبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ لا، الله ينور عليه هو ساعة ده رقم قياسي ده المفروض ياخد جايزة قبل على اللي عمله ده سيد الرئيس هل تسمح لي لحقيقة المؤكرة بمكالمة تلافون؟ هنا يا أستاذ نعم هنا؟ أستطيع أن تسمح لي لك المكند في صلب وعنق القضية اتفاطل أنا اللي بتصل، أنا، أيها ردي يا حاجة ردي ردي يا حاجة فتح الله عليك ردي ردي ألو؟ 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 مساء الخير؟ مساء الخير يا فن نبيد الحاية، مش كده؟ أجل يا سيد أجل يا سيد طب ده رقم تليف نوال ساعتك، مش كده؟ أجل يا سيد أجل يا سيدة والرقم ده يا حاية كان موجود معك أثناء الحدثة، صح؟ أجل أنا بس حبيت أثبت لفزارة المحكمة أن دي الممرة الخاصة بالملدعية اللي كانت معاها أثناء الزعتطة وكان عايز يأخذ منك النباية صح؟ أجل يا سيدي أجل يا سيدي سلام على التقوى طب إزاي السابت رايز؟ حصل الاعتداء عليها وهي جلب نفس التوقيت ده خمس مكالمات كل مكلمة لتقل عن عشرة اتناشر دقيقة وده اللي نثبت عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعة المحمول بتقول إن جالها خمس مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة إزاي ده يتم وممكن يحصل بس يحصل بقى ساعتك إلا إذا كانت في حالة الاعتداء كانت بتقلم صاحباتها وبتشرع لهم فوايد الاختصام شكراً سيادة رايز سيادة أمحة الزبطي يلا باي نبيلة أنت نمرة الموبايل بتاعك 013 4-5-3-2-1 أيوا يا فانتم حكمت المحكمة حضورياً أولاً بإلقاء القبض على المكن عليها وأحالتها إلى نيابة العام وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها وثانياً براءة المتهم عصام بايومي من التهمة المسندة إليه رفعة البلاغ ترجمة نانسي قنقر